قد تصدفك قطعة خشبية مرمية هنا أو هناك لكنك لن تعيرها اهتماما على عكس العام جلالي الذي يجسدها مجسما في مخيالته قبل أن ينقلها إلى ورشته المتواضعة فيأخذ في تشكيلها لتتحول في ظرف دقائق إلى تحفة تصر النظرين لكننا نلقى قطعة خشبية أول حاجة لنبدأ بها أنني نقرأها يعني نشوف وش من تحفة نقدر نصنعها ولا نشكلها من هذه القطعات الخشبية لنقيتها يعني إذا كانت قطعة خشبية نخدمها بالآلة فنخدمها بالآلة ونخرج منها تحفة وإذا كانت نخدمها بالسيزو والمارطو فهذا كذلك نخدمها ونصنع منها تحفة العام جلالي ومذو أكثر من ثلاثون سنة صنع أول تحفة له بمناسبة إنهائه واجب الخدمة الوطنية ليكتشف بذلك موهبة صارت فيما بعد مصدر رزق لعائلته الصغيرة ككل الحرفة تواجه العام جلالي مشكلة التسويق خاصة وأن مثل هذه التحفة تحتاج لمعارض وفضاءات خاصة زاد من كسادها جائحة كورونا نحن هذه الحرفة نعيش منها وتلاقينا مشكلة التسويق منذ بداية كورونا تبلعت علينا المعارض نطقي نشروا احنا نطلب المسؤولين تحت هذا القطع باش يديرونا معارض باش الفنان يواصل في العمل تعوه ليبقى العم جلالي حبس ورشته المتواضعة لكنه يملك من الحرية لتجسيد الذوق الفن والتحف التي يتخيلها ما يجعل منه امير ذاته وسلطان اناميله